النهاردة الاهلي كسب جرماهية ده الخبر الاهلي كسب جرماهية في اياب الدور التمهيدي الثاني من دورة ابطال الافراقية بسلسية نظيفة عشان يبقى مجموع المباراتين زهابا ايابا ستة لاشيه بعد ما فاز بسلسية في مبارات الزهاب رامي ربيع سجل في ديئة 23 ورامي ربيع خلاص بقى عايزي خش مع هدفين النادي الاهلي وسعى وعلي سجل في 54 وطار محمد طهر سجل في 91 دي الحكاية الفرعية النهاردة من المفترض انها هتبقى الاساس بس هي فرعية فرعية عشان كان الاهلي حسم اموره في مبارات الزهاب تماما وكان الاهلي كان هيصعد هيصد قلنا الكلمتين اللي اياهم دول اللي هو الكرة ملهاش كبير وانه مش عارف ايه بس الكرة ليها كبير بصراحة يعني وكبيرها النادي الاهلي تحديدا في قرية افريقيا وكل الوطن العربي النادي الاهلي هو الكبير فكان كده كان الاهلي هيكسب النهاردة وبالتالي جرماه يا عيني يعيني جم لقى استاد مليان فبصوا كده قالوا ايه ده هما دول جايين لنا احنا انا يا ابني انت جايب لي جماهير معاك المباراة انا ده انت كاسمني 3-0 على ملعبي هو بصراحة الناس دي ما كيتش جاية ولا لالعاب النارية ولا الاحتفالية دي كلها عشان خاطر جرماه يا مع كامل الاحترام كده كده خالصانة بس النهاردة الاهلي احتفل بلقبه رقم 44 للدوري المصري الممتاز دوري نايل لقب كان مستحق عن كل جدارة باداء كبير بداية من ادارة عظيمة جدا بقيادة لأسطورة من اهم اساطير كرة القدم المصرية على مرة تاريخة هو كابتن محمود الخطير الراجل ده اللي بعض الناس شككوا فيه قالك اه هو اسطورة في كرة القدم كان لاعب رائع جدا كان لاعب ما فيه زيه بس على مستوى الادارة لا لا مزي ما كان لاعب الراجل بقى بيحقق انجازات كرئيس نادي ما حصلتش في التاريخ كل ادارات النادي الاهلي على مرة التاريخ فحتى دي هو خاد فيها الصدارة ومعه احقاقا للحق مجموعة من الناس المحترمة لكل واحد عارف دوره كل واحد عارف شغله بكل هدوء وبكل ادقان وشطارة ده ادارة النادي الاهلي جهاز فني بقيادة مارسل كولر اللي انا قلت رأيي في القصة دي اكتر من مرة هو اعظم من ضرر بالنادي الاهلي نطفك نختلف بس بالنسبة لي هو اعظم من ضرر بالنادي الاهلي وفي رأيي هو واحد من اهم المدربين اللي جنب في تاريخ قرة القضب المصرية عموما مش بس النادي الاهلي مدرب رائع مدرب على المستوى الفردي تطوير اللاعبين رائع على مستوى التكتيك والخطط في الملعب رائع على مستوى الثبات الانفعالي في المواقف الصعبة والمواقف السعيدة رائع في كل الاوقات مارسل كولر رائع حتى في اختيارات الصفقات بتاعته رائع حكاية مارسل كولر حكاية هدية القدر للنادي الاهلي مارسل كولر فيش زيه بصراحة يعني وبالمناسبة يعني انا قلت الجملة دي قبل كده على جوزفالد وفريرا مدرب الزمالك وهقوله على مارسل كولر وهقوله على اي مدرب كبير بييجي مصر راجل ده يا جماعة يا ريت نستفيد منه اكتر من كده هتقول لي يعني ايه قال لك والله ما يروح يدي دورات تدريبية لمدربين مصريين شباب يشتغل مع مدربين مصريين عايزين يتعلموا اكتر واكتر مش عيب بخبراته الكبيرة دي انا مش بتكلم عشان هو ناجح وبياخد بطولات لكن ده راجل تاريخ كبير في كرة القدم العالمية فنستفيد منه انا نفسي دايبا الخبرات الاجنبية اللي تيجي مصر دي يعني ايه ناخد منها كل حاجة دي يا مسمى كتاب شهده بس ناخد منها كل حاجة نصفيه يعني امكانيات نستغلوا افضل استغلال راجل مش طبيع يعني ناجح ناجح مبهر يعني اما اللاعبين هو ما بقاش الاوان ان احنا نقول على لاعب النادي الاهلي الحاليين انهم جيل زهبي للنادي الاهلي المجموعة الحالية من لاعب النادي الاهلي خلاص جيل زهبي ليه جيل زهبي خدوا كل حاجة دوري ابطال افراقيا خدوا الدوري خدوا الكاس خدوا السوبر خدوا برونزية خدوا كل حاجة على المستوى الفردي والجماعي مفيش بعد كده مفيش بعد كده روعة ما تقدرش تقول ان الجيل ده مش جيل زهبي ممكن بقى تقول ايه والله الجيل بتاع الفين وخمسة ده كان جيل في حريفة والله الجيل بتاع الخطيب وعلاء ميهوب وطهرة وزدة ما كانش فيه زيه والله الجيل بتاع الشيخ طه وكابتن صالح وصالح سليم مفيش زيه اقول اللي انت عايزه كلهم اجيال زهبية وبصراحة عشان ابقى امين معاكم اكتر يعني ما هيبخت جمهون النادي الاهلي بالاهلي على مر التاريخ الراجل اللي عنده تسعين سنة الراجل اللي عنده تمانين سنة ستين سنة تلاتين سنة عشرين سنة عشر سنين كل دول شافوا اجيال زهبية للنادي الاهلي ما هو جيل حرفيا بيسلم جيل الاغنية بتقول كده اجيال بتسلم بعض حرفيا على مستوى الادارة فادارة تسلم ادارة ادارة نكحة تسلم ادارة نكحة تسلم ادارة نكحة وهكذا على مستوى الاجهزة الفنية لما بقولك انا من وجهة ناظري مارسي الكولر الاعظم مدارف في طريق النادي الاهلي فهتقول لي منو الجزيه وبعد كده واحد تاني يقول لي هيدوكوتي وبعد كده حد يقول لي تسوبل وبعد كده حد يقول لي هولمن وبعد كده حد يقول لي حسام البدري بعد كده هتقول بقى اي اسم انت عايزت هتقول لي اي اسم كلها اسماء عظيمة طبعا كلها اسماء عظيمة على مستوى اللاعبين موحسين الشحات وعلي معلول والشناوي وإمام وقفشة ومتعب وابوتريكا وبركات والحضري والشناوي بقول لكم الاسماء كلها وقبل كده الخطيب وعلاق ميهوب وطاهرة بوزيد ومختار مختار وطاه اسماعيل وصالح سليم وطارق سليم وعد بقى زي ما تعد عد واللي يقع يقع خلاص نسينا ده فيه حتة في النص كمان نسيناهم جيل خليب بيب وإحمد بلال وسهل عبد الحفيز والاسماء دي كلها اسماء زهبية ايه النادي ده ايه النادي اللي في 117 سنة لا يتوقف عن حصد البطولات 151 بطولة في 117 سنة الرقم ده الرقم ده يعني ايه نادي معدله تقريبا بطولتين في الموسم في 117 سنة ده إعجاز مش إنجاز وده كلام مش مبلغة وهفضل أقول الجملة اللي بحب أقولها كل شواء أنا عارف إن هي ممكن تكون مقررة بس هقولها أنا بحب واحترم النادي الأهلي جدا بحب واحترم النادي الأهلي جدا إيه الحق ده مش محايد لأ أنا بحب واحترم النادي الأهلي لأنه مؤسسة مصرية جوا بلدي قدرة في 117 سنة تحافظ على هذا النجاح والتطور كمان أحب إن كل مؤسسة في بلدي تبقى زي النادي الأهلي سواء كنت بتحب الأهلي بتشجع الأهلي ما بتشجعش الأهلي عمرك ما هتختلف إنه الأهلي مؤسسة نجحة في مصر نهاردة تسمع الناس كلها في الوطن العربي وفي الكرة الأفريقية وما بيتكلموا عن النادي الأهلي تقول آه ده النادي الأهلي ده بتاعنا ده من بلدي آه ده بتاعنا إحنا 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 فخرين بأوى وفخرين باللي بيحبوا كمان يشرف في النادي الأهلي يشرف أي حد صراحة يعني فعش كده أي ما نقول يبغت جمهور النادي الأهلي بالأهلي وبالتأكيد يبغت الأهلي بجمهوره من يوم مبروك للنادي الأهلي